السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم تكاتر عملين اي رابط كونو بخير ان شاء الله نهاردة نشرح عندنا اخر حاجة في المديول وهو سكشن المايكرو المديولي الربودكتوب بعنوان ايجزاميناشن اف اليوروجينتال سبسما تمام؟ قبل ما نبدأ نصلي رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى الالي وصحبه اجمعين كما صليت على ابراهيم وعلى قالي ابراهيم انك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى قالي محمد كما بركت على ابراهيم وعلى قالي ابراهيم انك حميد المجيد متنسوش تدعو لاخواتنا في غزة وفلسطين بشكل عام ربنا هي انهم يصبرهم يقويهم على اللي هما في يا رب ويعجل نصرهم قريبا طيب انا عارفة ان السكشن طويل ويبان ان هو رخم وكرم كتير يعني ومتعب كده بس والله هو فعلا كويس ولطيف ويعني مرتين ثلاثة كده نكرره هنحفظه ويبقى تهمين طيب طيب نبدأ عندنا هو بيقولك يعني انا اخد عندي عيانة من الجانتال سيستم وابدا اعملها طب انا باخد عيانة ليه عشان اعرف الشخص ده عنده جانتال انفكشنز ولا لا طب هل سهل ان انا اشخص ان الشخص ده عنده جانتال انفكشنز لا صعب اول حاجة اول حاجة الانفكشنز يعني ماهاش مافيش عندي الانفكشنز اغلب الانفكشنز اغلب الانفكشنز اغلب الانفكشنز اللي عندي بتبقى عندي اسمتماتيك ملهاش برضو عادي زي الطبيعي يعني الشخص مش هيلاقي حاجة غريبة عارية لا ثالث حاجة خلاص اغلب الانفكشنز يعني ايه يعني مافيش عندي تيست باستخدمه عشان شخص واعرف ده عنده جانتال انفكشنز ولا لا تمام طب امال بعتمد على ايه فتشخيصي بعتمد عندي على الهيستري والكلينيكال اجزيميناشن اللي انا عاملها عندي للباتيونت طيب اخر حاجة عندي ميكسنز ده بيبقى كومن ليه كومن لان احنا عارفين اي فتحة عندنا في جسمنا خلاص بيبقى عليها عندي كومنس البكتيريا طيب كومنس البكتيريا ايه زي عندي الفلورا تمام فبالتالي لو ما لقي شخص عنده جانتال انفكشن وعنده الفلورا تمام فوقي اخذ عندي العيانة بتاعتي تمام هلاقي ان انا عندي مقصد ما بين كومنس البكتيريا والباتيوجينيكبكتيريا تمام طيب مهم من الكلام ده؟ لا مش اقرأوه يعني تمام طيب بعد كده بيقولك ان الشخص اللي هيبقى عنده اصلا جانتال انفكشن هايبدأ اشتكيري عندي ايه؟ هايبدأ اشتكيري ان 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 هم عنده تلزيوريا خلاص بيطلع عندي دوسة تشورجيا ايما بيطلع عندي من الريترا ايما من البجينة ايما من السيربكس على الحسب تمام هلاقي ان هو عنده جانتال أثر وجانتال وورتس ده هو عين السمكة أو بيعني بيوفام معناها عين السمكة يعني ايه؟ هلاقي اريا كده؟ في هنوقت كتير حمرة نقطة كتير الحمرة دي بتبقى شاب عين السمكة من سميناها عندي جنة الوربز تمام؟ الكلام ده مهم برضه مش قوي يعني يقرؤوا او زي ما ما سمعتم اني كده قولوا مرة وخلصناي بعد كده عندي السباسمان يعني العينة اللي انا بخدها دي بخدها بناء على ايه؟ بخدها بناء على الشكوى تاعت المريض تمام؟ يعني لو قات عندي في ميل مثلا بتشتكي ان هي عندها تسيوريا تمام؟ دز resposta ودز اتشورج ده يخلق من اليوريثرا تمام؟ thôi هل هي هتعرف انها مو闹ج من اليوريثرا؟ لا مين الله هيعرف الدكتور؟ تمام؟ هيفحص فهيلاقي انه عندي دز اتشورج اما من اليوريثرا، فساعة هاخد العين من اليوريثرا او بيخرج من السيرفكس، فسعتها القcrit من السيرفكس، او بيخرج من الفجعين فسعتها القาง، هاخدها من الفجعين مين ثم بعفة الحاجات أو womين الصعوب الركاستügen او الورغانيزم اللي ممكن تعملي عندي d wiel otro família والله عندي نوعين 80% من الحالات بيبقى سبب اليوريثرايتس جونيكوكوي تمام سواء مل أو في ميل وعشرين في الميل انني جونيكوكوي يعني ايه؟ يعني هلاقي ان انا عندي في ميل بتيجي تشتكي من ديستروج وهبدأ افحص على ان هي عندها يوريثرايتس اول حاجة تيجي في دماغي سواء مل أو في ميل الشخص ده عند ايه؟ نسيسيريا جونيريا اوكي؟ طيب لو مش نسيسيريا جونيريا او جونيكوكوي هيبقى حاجة تانية اللي هما ميل؟ مثل كما عندي في كلاميديا تراي تو بي جوردين كلاميديا اللي هو الطيب من دي الكي تمام؟ ترايكمونس فاجينيليس اللي هو تراي ترايكمونس فاجينيليس دي تبقى برويزاية نوت بكتيريا تو بي عندك ستريبتكوكوكالبايجين ويوريي بلازما دي نوع من انواع الميوكو بلازما والجوردين دي هي عندي جوردينيلا فاجينيليس اوكي؟ طيب بعد كده لو في ميل برضو قاة تشتكي وها قاة تشتكي وعندها دي زيوريا هلاقي ان هي بتشتكي برضو من حاجة دي طب عملت الاكزامنشن وشفت انه وقاة تراي تطلع عندي من السيرفيكس تمام؟ فبرضو 80% من الحالات ستبقى سببها عندي نيستيريام أو كونيكوكوي طيب العشين في المائة من الحالة البقى لأ ممكن انتبقى حاجة تانية غير لقونيكوكوي يكلم هو هيربيس كلميديا هيربيس كلميديا تبع عندي 1.V.Bus ها لدي Streptococcal gland لكن هنا يوري بلازماء هيربيس كلميكس ربما يوجده ها هو في ال рي اكتفان الانفلميشن في السيربيس ها فقط يطلع عندي زجير المنصر нормально تمام بس يعني لما يخودي عندي العينة من الفاجينة ولا ينو فيه تيستشورج طالع من الفاجينة خلاص فان هيبقى قدامي ثلاثة أورجينزمة بس يئما بكتيريا يئما برزايت يئما فانجر يئما بكتيريا يئما برزايت يئما فانجر والله ده هيبقى على حسب شكوة الفيمة او المريضة يعني اللي قدامك او الباشنت هتيجي تقولك انا بيطلع عندي تيستشورج لونه ابيض شبه البشيز تمام او شبه الجبنة خلاص اول ما تقول كده انا اعرف انو الورجينزم اللي عمل لها كده هو فانجر اللي هو من الكانديدا تمام طيب لو اشتكت وقالت انو ديستشورج اللي طالع منها ده لونه اخضر وفروثي وفومي خلاص ده مين اللي بيعملو اديه البرزايت اللي هو تريكمونوس باجينيلس طيب لو قات واشتكت وقالت انو ديستشورج اللي بيطلع منها ده بيبقى مش عارفة فارق لونه او بشايفة انو هو لونه زي عادي زي الطبيعي زي الفيستيولوجيكال ديستشورج بس رحته فيشي اودر تمام ساعتها بقى ه هذا بقى سببها البكتريا اللي هي جوردينيلل باجينيلس تمام طيب انا ليه بقول ديستشورج ده ومين اللي بيعملو خلاص لانو بناء على انو عرفت ديستشورج ده وصفه عمل ازاي فبالتالي حارف مين الورجينازم اللي عملو فبالتالي حارف التريتمنت يعني لو هو برزايت هدي فلاجلة لو هو فانجر هدي عندي انتي فانجر لو هو بكتيريا هدي عندي انتي بيوتوك اوكي مهمة قوي جدا النقطة دي والديستشورج كل واحد مين اللي بيعملو اوكي طبعا الكلام اللي هنا برض التسكيمة مهم. طيب. بعد كده بقى هو بيقولك الانتظار. والله اي انتظار عندي سواء جينيتل او غير جينيتل يعني بتبقى عندي اما بينلس دي اما بينفولة. طيب انتظار في الدنيا في ده بيعملها مين؟ ده بيعملها عندي المرض الذي هو البكتيريا اللي اسمها عندي ترابونيما باليدا. كان بتعمل عندي حاجة اسمها عندي هذا القراث الانسر يدي مئدي في بنتجول عباس تاني حاجة هي العندوية هذه العثور هي دائرة هي الرنوية هذا الشكل الانسر لذلك يقوم بإغلاق عليها كليفسييلا جب أتضيف اسمه نعرفها الألثور من يقوم بانسиту هنا نقوم بانسخم هذا النقوم بشبيهي مع بالترنوية أو شبيهية بسفلس الهيربس والاجبي الذي يبداع عندي لينفو جرانيلوما فيرين فينريم خلاص من لينفو جرانيلوما فيرين فينريم ده ده عبر عندي كلاميديا وقال 1 2 3 تمام طيب برضو نقرأ أوكي طيب نروح اللي بعده سيمبل كوليكشن ده كلام مش مهم خالص يعني احنا ممكن نعمله سكيب مش هيق أصلا في المتحين خلاص يعني سكيب اقرأه مع بعضوك بس هو يعني بيقولك ازاي ممكن ناخد عندي لازم انهضف لازم اخد احتياطاتي لازم مش عارف ايه الكلام اللي هو يعني اباديه فنعمله سكيب عشان ما نطولش وقت الفيديو اوكي طيب نبدأ عندي بقى اول بكتريا معايا او اول ارجنازمة معايا في السكشن وهي عندي نيستيريا جونوريا او الجونوكوكوي تمام مبداليا احنا عندنا كم بكتريا اصلا في او كم ارجنازمة عندنا في السكشن عندنا اربعة تلاتة بكتريا واحد فانجوي اول بكتريا معايا الاستيريا جونوريا او الجونوكوي بعد ذلك عندي توبنيما باليدا تلاتة من تالتة عندي ان هاندي جوردنالا بوجينالس واخر حاجة عندي اللي هو الفانجوي اللي بنسميه الكانديدا او كي طيب نيستيريا جونوريا اول حاجة عشان اقدر شخصها تمام هاخد عندي عينة طب هاخدها من اين و هاخدها بناءانة ولا والله لو الشخص ده اكيوت والمرض ده عنده لسه اكيوت في الحالة الاكيوت او الديستشورج اي ها اخود من الديستشورج لنسي تركز ف pondra موهمة جدا! جدا نفرق ما بين الأكيوت و الكرونيك هنا. طيب بعد ما أخذت العينة هبدأها من سمير. تمام? والله أنا عندي السيسرية جونوراية دي أو الجونوكوكوي دي خلاص دي بتبقى عندي لو جيت شوفها يعني بعد ما عملها سمير خلاص هي عبارة عندي جرام ناكد كوكوي بتبقى تمام؟ أو رنجد سوريين بيرز خلاص وبتبقى عندي كدني شي بقى بيناس تمام؟ ده شكلها. طيب هلاقيها ازاي؟ والله هلاقي ده يعني الحاجة اللي بتبقى موجودة اكتر و كومن اكتر ان انا شوفها ان انا هلاقي عندي اتنين بصل اللي هما لنهو اصفر دول وهلاقي عندي البكتيريا اللي هي لونها احمر. البكتيريا دي في من هيبقى عندي انترا سوليلر في من هيبقى عندي اكترا سوليلر. تمام؟ اول ما شوف المنظر ده خلاص يعني الاقي عندي بيشونت جاه اشتكى وعملت له خدت العينة وعملت له سمير وشفت المنظر ده ساعدها اطلقها ما اخبقى عندي به بيشونت جانورية تمام؟ سواً بقى اتميقتouri انا هبدأ اديكي الكلى علاج وطمشي علي مش احتيجها من المذيب ما اضافظه تمام؟ طيب لو لقيت بقى ان انا عندي لجانط Relaxed ب etcetera اصل وعنده بكتيريا ال بكتيري بس ال بكتيريا دي انترا سوليلر خلاص او شخص تاني جا عنده بكتيريا بزص الآزي وعنده ببرده بكتيريا MARGA بس دي ايه ترسلولر مين فيهم اللي هيبقى بوزيوب. وعنده فعلاً نيستيسرية جنورية وهبدأ ادره العلاجة على طوله مش عمل لتولتشوير. ومن هيبقى عندي نيجاتيب واللي هيبقى بوزيوب اللي هي انترسلولر. تمام. طيب. لي هيبقى النيجاتيب اللي هو اكسترسلولر. خلاص هلاقي انه عنده البكتيريا بورر بوصل. بساعة هبدأ قوله ايه. هبدأ قوله لا استنى انت هتستنى معي. انا هبدأ أعمل لك كالتشر. خلاص عشان هتأكد أنت فعلا نيستيريجنورية ولا شئة تانية. لأنه ده بيبقى عندي موجود عندي في كزا أرجنزم. تمام؟ ده فكرة الاسمير. خلاص هو بيقولك ان عندي بي ام اداء بي ام اداء بي ام اداء ده اختصار عندي لي بصل تمام؟ الاسم التاني منها يعني تمام؟ بيقولك ان انا عندي واحدة بصل جواها عندي انتراسلولار جرام نينجة في دي بل كو كي دي ساعة هيب عندي ايه بوزة تمام؟ Extracellular gram-negative-diblical-chi and the numerous polymorphism are usually present خلاص بيقولك برضو لو لقيت ان انا عندي Extracellular gram-negative-diblical-chi خلاص وعندي numerous polymorphism اللي هو عندي البس اللي يعني بتبقى كثير خلاص زي ما احنا شايفينها برضو هتبقى عندي A positive طبعا يبقى عندي Extracellular, Intracellular positive, Intracellular بس positive طيب اخر حاجة بيقولك ال negative test ده لو لقيت ان انا عندي No Intracellular gram-negative-diblical-chi Extracellular gram-negative-diblical-chi may be present In this case wait for the culture result تمام؟ هو بيقولك ايه نفس الكامل انا قلته والله لو لقيت ان انا الشخص داعي عنده Intracellular البكتيريا Intracellular breast أو Intracellular-Extracellular ساعتها يبقى positive وخلاص انا كده مش حاجة اعمل له Calature لكن لو هي البكتيريا كانت Extracellular ومش موجودة Intracellular فساعتها تبع عندي I negative وهابدأ اعمل له I culture طيب قبلة culture وبعد الاسمير هاروح اعمل عندي I? Gram-staining هاصبوخ بصبغة Gram طيب لما اصبوخ بصبغة Gram هلقيها عندي I? هلقيها عندي Gram-negative-double-cocoy أو Gram-negative-cocoy arranged in pairs كده مش يبقى بيرنز تمام؟ ده اللي انا شايفين هنا خلاص دي اها شايفين الدواير البنكة الكبيرة دي دي عبارة عندي عن البوستر والدواير الصغيرة اللي حولها دي عبارة عندي I? عن السمائي؟ البكتيريا اوكي؟ طيب والله لو انا الشخص اللي جالي ده والباشنط اللي انا خدت منه العيانة ده كان ميل خلاص وشخصت وصبغت بgram-staining ولقيت عندي ان الشخص ده عنده intra-cellular Gram-negative-double-cocoy خلاص ساعتها عن دي عبارة عندي دايجنوستك خلاص انت عندك نيستيريان جنورية وابدأ اشوف ايه العلاج بتاع وده لك تمام؟ طيب ده لو ميل خلاص طيب لو في ميل خلاص وجات اشتكت برضو عندي من يعني صبغت عندي بيوريترا اليوريترا اليوريترا تمام؟ ولقيت ان هو عندي اسمه ايه ده علي الله الله لقيت ان هو عندي intra-cellular intra-cellular Gram-negative-cocoy او Gram-negative-double-cocoy تمام؟ هل ساعتها قدر قول ان الفيميل دي دايجنوستك وعندها نيستيريان جنورية؟ لا لا دايجنوستيك ليه؟ خلاص لانه اصلا في الطبيعي الفيميل عندها الفجاين الفلورا خلاص في منها انواع مش مهم نعرف اسمها الانواع دي شبه عندي الجنوكوكوي فانا لما اخد العينة بتاعتي تمام من الفجاينة مثلا اناش اعرف ان هي تبقى جنوكوكايمة فهي ممكن تبقى احد انواع البكتيريا بلورا الموجودة اصلا في الباجينا وهي نفس الشكل بتاعها تمام؟ فساعتها ده بيبقى نوت دايجنوستك فبالتالي Gram-negative-double-cocoy في الفيميل نوت دايجنوستك لكن في الميل دايجنوستك خلاص لو لقيت انها ايه intra-cellular لو لقيتها ايه intra-cellular اكترا-cellular هتبقى عندي ايه؟ ايه نوت دايجنوستك وفي ساعتها في الحدين هبدأ اعمل عندي ايه؟ تمام؟ لكن لو الميل لقيتها intra-cellular تبقى ساعتها تبقى دايجنوستك مش هابدأ اعمل ايه؟ كالشور اوكي؟ طيب خلاص انا كده عملت وعرفت انه الفيميل مثلا اللي عندي دي الحاجة اللي عندها دي شبه الجونيكوكايم سنوش تأكد هي جونيكوكايم ولا لا ابدأ اعمل عندي ايه؟ كالشور مشكلة البكتيريا الدين هي متدلعة يعني متدلعة يعني بتحبها حاجات معينة خلاص يعني ما بتنموشها على اي اجور طيب، قلت انا محب الاربيسيس طاني حاجة بتدراها عندي في وسط هوايا او لا هوايا او اليокوك او بنروبك لا تبقى عندي طبيعة بتاعها اي اربك بس ممكن تعمو عندي في وسط ان ايروب يعني طيب درجة الحرارة من 35 ل36 بالاضافة والمعلومة دي مهمة جدا خلاص ان هي بتبقى عندي ايه بضف لها 10% CO2 8% CO2 يبقى من نساش هي فاستديس خلاص ارجناز ثاني حاجة هي ايروبك ان ان ايروب ثالث حاجة الحرارة بتاعة 35 لان 36 واخر حاجة بضف لها عندي 10% CO2 اوكي طيب ايه هي الميديا اللي انا بزراحها عليها قلنا اول حاجة عندي الشوكلات اجور طيب مشكلة الشوكلات اجور ايه ده ان هو عبارة عندي non selective media يعني non selective media يعني ممكن تعمو عليها اي بكترية طيب اتخلص من المشكلة دي ازاي ان انا هجيب انتيبيوتك واضيفه على الشوكلات اجور بحيث ان انا موت كل البكترية واشوف بس عندي انيستيسرية جونرية تمام مين بقى الاجور اللي بيعمل كده اللي بيسميه ايه بنسميه عندي ثير ميرتين ميديام خلاص ثير مارتين ميديام تمام ده عبارة عندي اجور دفت عليه انتيبيوتك مين انتيبيوتك اللي استخدمتهم ومعبارة عندي vancomycin colistine وينستاتين طيب خلينا يعني حاولوا تعرفوا الاسماء ماشيو طيب زرعتها وشفتها طيب هتتبقى عامل ايه هتامي الكولوني طيب الكولوني دي شكلها عامل ازاي بتبقى عندي small non pigmented non hemolytic colony تمام small non pigmented non hemolytic colony خلاص مهم جدا جدا الوصف طيب ده كده بالنسبة لي الكالشر طيب خلص الكالشر بعد الكالشر هتلاقي عندي biochemical examination او biochemical reaction تمام طيب احنا عندنا اصلا لو تفتكروا كان عندنا كذا تيوب كده بألوان كتير وفيها الشوگرز اللي عندنا كلها تمام هي هنا بس بتقولك ان هي بتعمل عندي fermentation glucose with acid only تمام with acid only بالاضافة ان انا بعمل لها عند ايه oxydase test هلقي انه هو عند ايه positive oxydase test ونركز في الامتحان ممكن يسألنا عندي الصورة اللي فوق دي عندي positive ولا negative نقول positive لان عليها اللون الازرع والتي تحت دي عندي negative تمام طيب احنا كده خلصنا عندي direct method اللي انا بقدر شخص بيها خلاص او direct diagnosis نطخل بقى عندي في indirect diagnosis وهنا معلومة مهمة جدا خلاص عشان انا عارف ان هو مكتوب direct immunofluorescence test بس انا بقول ان هو indirect يعني ايه يعني هنا انا مش بشوف الارجانزم نفسه هنا انا بشوف الانتجن بتاع الارجانزم خلاص فسعتها ده شكل indirect لان انا مش بشوف ايه الارجانزم زي ما قلت لكم تمام بس هو اسم التست ذات نفسه direct immunofluorescence اوكي اه لا اله لله او هنا بدور عندي ايه هنا بدور عندي الانتجن بجيب انتبادي عندي من المعمل بتبقى منوره لما بحطوه عندي الانتجن فبتنور ايه الانتجن ده كده بالنسبة لي الجونيكوكوي احنا كده الحمدلله خلصنا ايه الجونيكوكوي ندخل عندي ايه على السيفلس خلاص اللي هي عائلة السبيرو كيتز مين هي عائلة السبيرو كيتز او مين اللي بيعمل عندي مرض السيفلس والله دي هبرا عندي عندي بكتيريا اسمها عندي ترابونيما بلدة تمام دي بتروح تعمل عندي مرض السيفلس او السيلين طيب السيفلس ده كان من مئيه ثلاث انواع برايماري سكندري وترشري عشان اقدر اخذ عيانة واشوف عندي اصلا الارجنزم ذات نفسه اللي هو الترابونيما مباددة ما بقدرش اعملها غير في النوع برايماري والسكندري ليه الترشري لا الترشري بيبدأ ايام عندي جرانيلومة فبيحوط عندي البكتيريا فمش تبقى متشرف الدم زي ما كانت موجودة عندي في السكندري تمام يبقى العينة بتاعتي اخدها من اخدها عندي من الاكسيوديت خلاص في السكندري اسمها سيفلس طيب اخدها عندي ازاي باخدها بعد ما نظف يعني بنظف عندي المنطيع بعد كده عندي العينة هلا نظف بالكحول ولا السرعين لأ هنظف عندي بسرعين ليه الكحول لأ لان هي تموت عندي بالكحول بعد كده بقى بيعد الكشروات نصائح يعني لو هو الشخص ده جايلك بيشتكي انه مثلا عنده سيفلس خلاص او انت شخصت وبتقول انه يبقى عنده سيفلس وكده بس هو كان اخد انتي بيوتك فساعت هقول انه خلاص روح انت ملعندك اي حاجة وانت خفيك ليل انه عندي سيفلس بيبقى سيفلس بليل انتي بيوتك بيموت بي طيب بعد كده برضو من الحاجات المهمة اللي احنا نعرف انه هايل انفكشوس خلاص سيفلس جدا هايل هايل انفكشوس فبالتالي لما اخد العين لازم اخد حذري جدا وانا باخدها طيب كلام رغي مش مهم طيب بعد كده السيفلس اهو انا اخدته وعاوز اعرف بقى الشخص ده عنده سيفلس ولا لا خلاص فبعمل عندي examination بعمل عندي direct diagnosis طيب direct diagnosis ده عندي ايه شمال عندي خمس لستة حاجات اول حاجة عندي حاجة اسمها عندي dark field microscope انا عندي التروبونيما باريدا دي اصلا استيلوا الوول بتاعها رفيع اوي 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 للدرجة لما اخدها عندي بجرام ستين مش هشوفها خلاص فبالتالي اختروها لحاجة اسمها عندي dark field microscope ده بيخلي عندي الارضية او العينة اللي عندي صودة تمام ويعكس الضوء عندي على ال ال فابدأ اشوف انا عندي ايه البكتيريا هان خلاص ده بنسميه عندي ايه ده بنسميه عندي dark field microscope طيب انا شايف ايه هيقولك شونج ايه شونج انها بتبع عندي thin spiral filament regular coils تمام مهم 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 من هان الالترانج هي ان احنا نعرف ان هو نازل نكتب thin spiral خلاص هي من علة spirokids فبالته يجب اكتب عندي thin spiral تمام طيب من advantage بتاع انها بتبع عندي definitive immediate diagnosis و easy method يعني سهل وسريع جدا لانا ممكن استخدم عندي dark field microscope اوكي ثاني حاجة بيستخدمها عندي direct immune fluorescent test بيجيب عندي antibody بتبقى بنورها بيضيفها عندي antigen فبتنور وتعمل عندي المنظر طف اخر حاجة بيصبوخ عندي bifontana stain عبارة عندي special stain لالتربونيما بالدة خلاص بيشوف عندي ايه بيشوف عندي dark brown بكتيريا خلاص على ايه على يلوش او brown shelo back ground brown shelo back ground عندي thin spiral filament لازم نكتب thin spiral filament thin spiral filament thin spiral filament تمام سنة الفاتت الدكتورة كانت ايلا انه جاء الصورة دي خلاص وبدأ يسأل عندي عن shape تمام طيب لما سأل عندي عن shape ساعتها الناس كتبت comment ده comment غلط ليه لانه لو قالك شوانج ايه انت شايف ده خلاص shape ايه تصفي عندي thin spiral لو تبقى regular ومسائل طيب بعد كده ممكن اصبوها عندي special stain او silver stain واندي special stain تمام طيب صبغتها وعملت لها gram staining لا سوريا عملت لها قضي صبغتها بس هي مملاحش عندي gram staining gram staining لي silver ultrimony مباردة ملأ طيب بعد كده بدأ اعمل لها culture هيتب عندي un-eurobic ثاني حاجة انه not counter not cultivable of artificial media يعني ايه يعني بدأ ازراعها عندي على طبق او اجور او كده او مزرعة طيب ازراعها عندي ازاي والله حسب stream والله لو stream دي بتبع non pathogenic فهبدأ ازراعها عندي عادي على اي media خلص لكن لو هي pathogenic زي عندي cool stream لا ساعدة هبدأ اخذ عندي العينة دي وحين عندي في الارنب او اي حاجة بحيز اكتشف هو فعلا ان شخص باع عنده كذا او كذا خلص يبقى تاني متفقين كده ان انا عندي التوبينيما باليد مش بتتزارع not cultivable او كي طيب خلص عملنا نتكاشر وكده ندخل بعندي ايه في cirurgical test هبدأ ادور عندي عندي الantibody اللي طلعت agenus التوبينيما باليد او agenus عندي الانتجم التوبينيما باليد تمام طيب انواع cirurgical test في مين عندي specific ومين عندي non specific خلينا نبدأ اول حاجة عندي non specific خلاص هو بيقول لك ايه بيقول لك انا عندي اصلا خلايا كسم عباره عندي خلايا الفيلميشن اللي هي خلايا الwhite بيزيز تمام وحاجات بتبوز وكده طيب الحاجات اللي بوزت دي هل حاجات من البكتيريا لا ده من الجسم نفسه يعني البكتيريا بتهاجم والمناعة بتهاجم فبالتالي الجسم بيتكسر فيه فالحاجات اللي اتكسرت دي هتطلع عندي material كده بنسميها عندي ايه lipoidal او lipoidal material lipoidal material طيب lipoidal material دي هل دي حاجة غريبة عن جسمي لا ده عبارة عن ده تكسير جسمي يعني انا مثلا جسمي كان مربع خلاص كسرت خلاص المجهز المناعة عندي بقى ايه شاخد ان انا لما كسرت ده حاجة غريبة عن جسمي فراح ايه لطلع لها antibody طيب هل الantibody اللي طلعت لها دي هل specific antibody لها لها تطلع للي lipoidomaterial هي مش تطلع للي lipoidomaterial هي هي عندي non specific antibody non specific antigen الantigen هنا مين هو للي lipoidomaterial هل lipoidomaterial بيبقى موجود في المعمل لأ بصنعوها ازاي بيجيب عندي heart بتاع النباب تعيني ويضيف عندي الهورد الليبت بيبقى عندي اسمه cardiolibin cardiolibin هذا هو عبارة عن الانتج نعم هذا مختصر عندي الهورد تست for lipoidophil antibody يبقى هنا عندي antibody lipoidophil antibody الانتج الذي هو cardiolibin و نوع التست هنا عندي non specific نعم 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 تست فلوكوليشن تست و comb fixation تست خلاص هلنبدأ نشرحهم دلوقت تمام الفلوكوليشن من اسمها فلوكوليشن شبع agglutination او direct agglutination تست ايه هو ده والله ده بجيب عندي الانتجن ويقصي رمي اللي بيبقى محتوي عندي الانتيبادي ووضوح ضيفه عندي الانتجن خلاص لو الانتجن يمسك مع الانتيبادي فساعدها يبدأ يحصل عندي ايه يبدأ يحصل عندي agglutination خلاص بس لانه هو بيبقى صغير جدا فيسموه عندي ph Sym من الانتجن یا بعد هالا بستخدم الذي تست شبع لأ طبعا هو ليس تست تمام ثم خلاص يعني إيه سكرينج عند المونيتور يعني لو أنا راح مثلا في بلد وعاوز أعمل مثلا بحث عن مين الأشخاص أو يعني إيه عدد الأشخاص المصابين عندي مثلا بالسيفلس تماما وبدأ أخذ عينة خلاص وبدأ أخذ عينة هل هروح أمل لوم عندي specific test اللي هو غالي لا هل لوم عندي إيه نوع specific test زي الفلكيوليشن تست مونيتور بقى برضو لو الشخص ده جاء خلاص وعرفت أنه عنده سيفلس وبدأت أديله العلاج خلاص وبدأ أستخدم برضو عندي الفلكيوليشن تست ده عشان أشوف عندي أي هو وصل لأي مرحلة من العلاج طيب ده كده بنسبة لي الفلكيوليشن تست هل الكلام ده معنا؟ لا ده كلام يعني بفكرونه بن نظري اللي هماني بس الإخصارات أو الأسماء يعني اللي هو ده لكن الحشب اللي تحت ذلك مش مهم ويهميني هنا عندي اسم يعني اللي أعرفه في الفلكيوليشن تست أعرف اسم الانتجن اسم الانتي بادي واليوزر بتاعه اللي هو في بالنسبة لي أنه لا لنقصي للفلكيوليشن تست طيب اهو أنا عندي الفلكيوليشن تست في منه أنا معا كتير عندي VDRL تمام؟ وكان عندي برضو اللي هو بي أور بي وعندي حاجة كمان هو энергى عبر عندي أور بي أور اوكي طيب كده خلصنا اول تستة معي في الـ non specific test طيب الثاني حاجة عندي في الـ non specific اللي هو الـ common fixation test ايه هو الـ common fixation test ده بصوا الـ common fixation test ده الدكتورة حطه شرح له هو ده شرح تمام ومكمل معي هنا لا هنا مش مكمل خمس خلص هو هنا بس هنا ده كله عبارة عندي ايه عن شرح طيب هل يهمني شرح ده بحاجة لا تمام فأنا مش هشرحه انا بس اقول لكم الفكرة بشكل سريع هو عبارة عن ايه الـ common fixation test والله ده عبارة عندي عن تست بجيب عندي السيرم بتاع الـ patient خلص وابدأ حط في عندي الـ antigen تمام والـ antibody اللي هي يعني اللي هي بتعمل موجودة أصلا اصلا في السيرم تمام ده لهو كان عنده المرض فعلا والـ antigen antibody وابدأ حط عندي ايه complement تمام والله لو الـ antigen ده ميسك مع الـ antibody خلص فساعتها هيبقى فيه الـ common fixation test طب لو ممسكش خلص فابدأ حط عندي ايه الـ arpc والـ arpc دي هابدأ سواء يعني جابها من اي حد الـ arpc دي خلص فروح حط عليها ايه الـ antibody تمام بتاعتها اللي جانس ايه الـ arpc فيبدأ الـ antibody اللي يضرب عندي ايه الـ arpc دي هو السيرم فالكم اللي ما تشوفه يفيروح يمسك عندي ايه فيه خلص الملخص الملخص من الكلام ده كله تمام الصورتين اللي جايين دول هنشوف عندي الصورة دي في الامتحان او الصورة دي في الامتحان اول حاجة هاتي عليها عيني في الامتحان اللي هو عندي ايه controlling tube تمام controlling tube لازم يبقى فيها عندي ايه hemolysis لازم الاتنين يبقى ايه hemolysis لو لقيت حاجة فيها عندي non hemolytic تمام فساعتها لقى ايه بقى ايه عندي في مشكلة طب القاعدة بتقول ايه بالقاعدة بتقول عندي lycise lay lycise lay يعني ايه lycise lay يعني لو لقيت ان انا عندي فيه تكسير في الـ arpc فساعتها هابدأ اقول ايه هابدأ اقول ايه هابدأ اقول ان شخص دي not infected طيب مين التست ده اسم التست ايه اسمه عندي تست بوزر مان تست تمام طيب بستخدمه عندي ايه بستخدمه عندي ايه بستخدمه عندي اه 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 ده اسم التست بوزر مان تست طيب اه نوع التست اللي هو عندي common fixation test بستخدمي شايفه ايه بقى شوينج ايه شوينج عندي بيقول لك ده شوينج هامولوس in all test tube ده دول اهم التستيوب تمام هلاي فيهم كلهم ايه هامولوسس طيب بالاضافة ان انا هلاي عندي هامولوس في الانتجون انتبادي عند الكملومنت control tube اللي هما دول تمام يبقى هنا كله اه negative او كل بيحصل عندي ايه فيه هامولوسس تمام طيب بالنسبة لي positive case انا شايف ايه في اللي هما عندي control tube هلاي ان انا عندي ايه برضه فيه هامولوسس طيب هل دول فيهم هامولوسس ده لا دول مفهمش هامولوسس ده اسمه ايه ده يبقى عندي non هامولوسس يبقى lycise لاي يبقى لو لقيت عندي فيه تكتير يبقى ده ايه not infected no hemolysis خلاص يبقى هنا عندي no hemolysis وانا عندي هامولوسس في الانتجون انتبادي عند الكملومنت control تيوب طيب بيقولك بارد انه عندي هنا النوت باك انه tetra is the last tube showing no hemolysis خلاص التتر بتاعنا او الهوريزنج بتاعنا في الاخر اخر تيوب بيشوف عندي فيه هامولوسس ده بيبقى عندي التتر طيب هو بيرد بيقولك هنا التتر ان هي last tube showing no hemolysis التتر last tube showing no hemolysis اوكي طبعا الصورة دي مهمة جد ثاني حاجة احنا الحمدلله معانا خلصناها اللي هي كانت عندي ايه troponema بارده انا ابدأ ندخل عندي الفانجل اللي هي عندي الكنديدة والكنديدة دي احد انواع الفانجل خلاص وانحنا نسا يلين اصلا الشخص اللي هيبدأ ايه يشتكي عندي ويعرف انه عنده كانديدة اللي هو عندي ايه تشيزي ماتيريال كده تمام؟ ده كده ايه الكنديدة طب الكنديدة بيبقى طال عندين من الفجاينة خلاص خدت العينة من الفجاين تشيزي ماتيريا بعد كده ابدأ عندي سمير خلاص عندي سُرقتين، اول حاجة عندي الويت امونت هاي هي الويت امونت دي انا باخد عندي العينة او الاساس من الان اخدتها دي وحطاها عندي المادة دي تبدأ تدويبها تمام؟ وساعتها بها ابدأ عملكه الانه زي ايه مثلا زي عندي حالكت الويت امونت ده هو اللي انا كنت بدتها بقول خلاص باخد عندي فجانة ستشيزي واضيفة عندي ده عبر عندي المادة بالدويب وكده تمام ده كده اول حاجة تمام ثاني حاجة بعد ما قلت البيت ام اوت هابدي اصبوخ عندي بجرام ستين انا شايف ايها عندي ايه؟ شايف ايها عندي جرام بوزتف كوكوي او جرام بوزتف بودنج سيل نوت كوكوي مهم جدا 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 لما يطيق الصورة دي ويقول لك شوينج ايه؟ تقول عندي ايه؟ جرام بوزتف بودنج سيل خلاص بياضافة ان هي بتبع عندي ايه سمول وي اوفل بود ماما خلاص بدي ام ايه؟ بود حلشوب عشرها عندي محمولautico مهم جدا اسم الاقور الكلمر بالتبع عندي ايه؟ بتبع عندي ثلاث حاجات اللازم اكتبه لازم لازم اكتبه Creme color we bestie we honest smell مهم جدا 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 لازم اكتبه طيب بعد كده بتبع عندي ايه؟ ده كده بالنسبة ليه بوزتف بودنجة طيب انا اصفة نكمل ده كده بالنسبة ايه للكالشور يبقى اول حاجة اخد عندي السباسمن بعد ما اخدت سباسمن هبدأ اعمل عندي سمير قدامي حاجتين اعمل اول حاجة بعد ما اعمل الويت اماون هنا طبعا اسم المادة اللي انا دوبت فيها هي الكي او اتش دي طبع للكانديدا ممكن نسكبها كانديدا وب هي النط окnectيدة وب ال QH وهو الكئ ا differentiation بس واغا عماي عندي بغام state هلقوا هنا هيا عندي gram positive budding cell budding cell مهم جدا كلمة budding cell غالان يدخل عماí اتش هكتب في كاته blond او اي حاجة اتش اتش اكتب بعد ما ارى عليها يا مميزة عن بايل ی لا معني اي حاجة اتش اتش اتي ت plumieren جيم يعنى هية دي الوحيدة له plugente pel Beh sound والتاني اللي احنا احنا قلنا عليها عندي ايه سوف نقوم بتاع النسيستيريا بعد كده بعمل لها عندي كالشر على سبريسر أغول سوف تبين عندي الكولوني سوف يوصيف الكولوني ممكن تكون عندي كومبليت سوف تبقى عندي كريمي كالورد باستي ويستسميل بعد كده هل هي عندي الديفرينشيال تست ايهو الديفرينشيال تست ده ده بيفرلك ما بين انواع الكانديدا في بينهم كانديدا باثوجين وكانديدا والن باثولوجيك الكانديدا سوف نقوم بتصميله كانديدا البكان سوف يفرق عندي كيف وابدأ أزرعها عندي في Human Serum. هل Human Serum بتاع patient نفسه؟ لا أي Human Serum عندي. وابدأ أحط عليها عندي صبغة. من الصبغة دي بنسميها عندي لكتوفينول كوتن بلو. لكتوفينول كوتن بلو. يبقى ثاني ايه هو الديفرينشيال تست ده؟ دعبار عندي عن تست بيفرر عندي ما بين الباثوجينيك كانديدا ونالباثوجينيك كانديدا. الباثوجينيك اللي هي عندي كانديدا البكين. باجيب ايه؟ باجيب عندي Human Serum. أي Human Serum سواء بتاع patient او اي Human تاني. بروح بأخذ عندي عينة من الكونر اللي اننا عملتها دي وروح زرعها عندي ايه في السيرم. وعلى درجة حرارة 37 من 2 ل 3 ساعت. وابدأ أضيف عليها عندي صبغة بنسميها عندي لاكتوفينول كوتن بلو. لاكتوفينول ايه كوتن بلو. لاكتوفينول ايه كوتن بلو. الاسم بتاعها ايه مهم. فالليه ان هي بتبدأ تعمل عندي ايه؟ سبوري ريتنج يستس سل. يعني هتبدأ تعمل عندي شبه السبور كده بشوية. وتبقى عندي ريتها شبه الخميرة. تمام؟ وبتطلع عندي ايه؟ بتطلع عندي تبدأ تزرع كده وشاكل الزرع اللي بيطلع منها شبه التيوب. خلاص يبقى هي عندي ايه؟ جرم تيوب. يبقى التاني الحاجات المهمة هنا الاسم الصبغة اللي هو الاكتوفينول كوتن بلو والجرم تيوب. طيب الصورة دي ممكن تيجي في الامتحان قد. تمام كده. طيب بعد كده. بان طيب ön ت diyeخلصنا الحمدول ايدا Sokangyda هندخل عليه التال três الأخرى سيد ما estable هو البكتريا الباجينوسوس. تمام ايه؟ ايه؟ ايه وبكتريا الباجينوسوس. ده يبقى عندي عن ايم. دي في منها عندي نوعين. الان نوع الاولاني اللي هو احينا بنسميه عندي الاكتوباصيوس ونوع التاني هو عندي كردينيلا فاجينياتس. الليل سانست هذه اللاكتوباسلس بتتغذاء جلايكوجن тобيت الزن صحيح هو صحيح صحيف تحاول لعضبisk acid بعد التحاول ال五� Kia الointic acid هي حافظ لعضب الاسد حافظ للعضب عضب دها سواء بقى ان انا حصل عندي انه المناعة وقعت حصل الامبالنس في الاسيديت بتاعت الفجينا فبقت عندي اللاكتوباسلس دي مش قادرت قم بوظيفاتها زي ما كانت بتعمله في الطبيعي تمام فلاقي ان انا عندي ايه الجوردينيلا فجينالس تبدأ ايه تمتهز الفرصة خلوس هي بتحب يعني ايه تمتهز الفرصة تبدأ تعمل عندي ايه تعمل عندي اوبرغراث يعني هي اصلا موجودة تمام بس هي متقدرش تعمل حاجة في وجود اللاكتوباسلس تمام بس اول ما يبقى يحصل عندي يحصل عندي او يحصل المناعةcekه او اي حاجة تبدأ تنتهز عندي الفرصة وتبدأ تنمو او يحصل لها عندي اوبرغراث تمام فهو بيقولك هنا ايه ان انا عندي انهيầيالي باجينا بتكنتين البكتيريا تبقى ليه دي بكتيريا بالانص 빨 students هلأي أنه عند البيت بكتيريا اللي هو عندي الغوردانيلا فاجينيلس خلاص هيبدأ يحصل لها عندي GRU2MARTRON AND OVERPOWER THE GOOD BACTERIA اللي هي عندي اللي هي الاكتوباسلس تمام فبالتالي تبدأ تعمل عندي المرض اللي بنسميه عندي بكتيريا الفاجينوس اوكي طيب يبقى مين اللي بتعمل عندي الخلوصة مين اللي بتعمل عندي بكتيريا الفاجينيوس اللي هي عندي الغوردانيلا فاجينيلس اوكي طيب بعد كذا بيبدأ أعمل لها عند إيه؟ لابريتور دياغنوزوس بعمل عند إيه؟ بأخذ عندي فاجانة ديستشورج تمام؟ بعد أن بأخذ عندي الفاجانة ديستشورج ده ببدأ أعمل لها عنده ويت أماونت وهنا المادة اللي أنا المادة اللي أنا بدوبها فيها هي الصلاين خلاص؟ ال-K-O-H كانت مع الكانديدة K مع K وهنا عند إيه؟ مع صلاين تمام؟ صلاين طيب فلما بدوبها بتبدأ تعملي عندي المنظر اللي انتوا شايفينه ده خلاص المنظر ده بنسميه عندي إيه؟ خلاص او ويت أماونت كلو سلس ايه هو الويت أماونت كلو سلس دي؟ ده اللي هو بما معناها مفتاح اللغس اوكي؟ طيب يا إما بعملها عندي ويف تاست ايه هو الويف تاست ده؟ هي الفيميل زي ما قلنا هتيكت تشتكيني عندي من ديستشورج طيب الديستشورج بتاع الجوردونيلا برجانلس كان ايه؟ كان شيزي؟ لأ كان فروثي؟ لأ كان ايه؟ كان فشي او دير طيب الفيميل لقاته مش عارفة توصف الديستشورج ده ومش عارفة هو فعلا ريحته فش ولا لأ خلاص فساعدتها هعمل ايه؟ ساعدتها أنا هياخد عينة من الديستشورج ده تمام؟ وابدأ أضيف عليه ايه؟ كي او اتش ابدأ أضيف عليه ايه؟ كي او اتش تمام؟ ضفت عليه الكي او اتش اللي هي بتاعت الكانديدة تمام؟ فهذا يحفز الارجيحة بتاعت الفش انها تظهر اكتر تمام؟ فلما تظهر اكتر الدكتوري الشمة فيقدر يتأكد انه هو بكتيري الفجينوسوس اللي هي عندي كوردينيلا فجينيلا اوكي؟ طيب ده ايه؟ بعد كده فجيني البي اتش البي اتش عندي بتبقى حالية طبيعي خلاص لانه أنا أصلا البي اتش عندي البي اتش عندي ايه؟ البي اتش عندي ايه؟ ويتعلي وتشتغلها الفجينيلا وتعمل اللي لما بقت البي اتش فيها الملاحظة مو بقتش اسدك فبالتالي هي عندي البي اتش هنا عندي ايه؟ هو تمام؟ طيب نفس الكلام برضو هنا عندك الصور دي اللي احنا نستقل هنا وهنا متأمان هنا بشرح لك عندك اللي هو الوف تست ده تمام؟ بعد كده هنا عندك دي اللي هي البي اتش البي اتش بيقارنك ما بين البي اتش ده الكلوسلز اهو تمام؟ اللي هو الويت امان واليست انفكشنز اسرع ذلك السورة هنا هجبلك صورة دي وهيقولك ده عبر Wrf تمام؟ بعد كده يبدأ يقارنك ما بين البكتيريا اللي هو بيقارن ما بين وكل كانديدا بيقول لك ان عندي الكوز تبقى اصلا عندي نائه نائه نائهب بوجودة في البجينة وبقول لك بارده اصلا عندي الموجودة عندي في البجينة او الفاجآين والأبنينج الأولى هنا تبقى فاشي لا ادرى الأولى هنا عندي مليكي ويرقاء بإدمرار ولكن هنا تلك الثرائية المهم من يقرأ في الكانديدا هل تبقى الحياة أول وإعطاء هذا يلتقى يجي لغوظ لا الله يجي لغوظ بس اللي عندها جوردينيلا وفاجينيليس الاترينج والكلام ده يبقى يعني بيجي بس مش حاجة كومن يعني على عكس اللي عندها كنديدة ده بتبقى حاجة كومن جدا جدا هي يبقى عندي اترينج واريتشن طيب بالنسبة للبياتش بتاعلي عندي في مين بتاعلي عندي في البكتيريا الفاجينوزس اوكي طيب احنا كده الحمد لله خلصنا الساكشن اتمنى تكونوا فهمتوا بالنسبة للأسئلة فهي الأسئلة النفس الكاملة اللي موجودة اصلا في الديتا تمام فمفيش حاجة احنا مش هنعرفها بس يعني هيقولي الحاجات اللي ممكن تبقى يعني احنا مش فاهمينها خلص هنا مثلا بفيه اللي هو الديكروسكوب جرام نيجاتيف جونيكوكوي بيقولك نو انتراسلول جرام نيجاتيف ديبل كوكوي ده بيبقى عندي نيجاتيف ولا تست نيجاتيف ولا بوزة تست تمام انا لما جيتش روح تفاكرين لما رسمت 3 دواير خلص طيب ان انا لو لقيت عندي البكتيريا دي بتبقى عندي انتراسيلولار وهو كان ميل فده هيبقى داينوستي لكن لو هي في ميل والبكتيريا انتراسيلولار ده هيبقى عندي ران داينوستيك وعاوزة كامل ايه الكالشر تمام؟ طيب او هنا معلش هيديكاترو دي معكوسة تمام؟ اه يعني هو الايدنتفايد دي اميونو فلوريسنت واليوز بيصادمة عندي انتجر اندكشن او الجونيكوكوين تمام؟ طيبن نفرق في الامتحان ما بين عندي الميونو فلوريسنت بتاعت عندي التروبينوما باليدم او التروبينيما باليدم ولل جونيكوكايا بقى هي شبهة داينفها ليه دوائر كتير لكن تروبونيما باليدم دي تبقى عندي سباروكيت او سبايرل فهاي بتبقى عندي شبه الحلوزون كده في هلقى هنا هي شبه الخط طيب في الامتحان مهم 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 جدا لو قليك شو شوينج اي هنشوف ان انا عندي تروبونيما بديدم يوزنج فلورسين لبالليدد انتي تروبونيما لانتي بديد تمام لكن لو قلت لك الشيب لأ هتبدأ توصفه الشيب نركز ما بين شوينج ايه وشيب ايه تمام يعني انت شايف ايه او الشيب وصف الشكل اللي قدامه خلص بتفرق في الامتحان وتفرق في الدرك تمام طب انا تلخبطت في الامتحان ومش عارش هكتب ايه نكتبهم الاتنين خلص يعني اكيد اللي بيصاح هيرعين ان شاء الله يعني طيب برضو هنا نفس الكلام خلاص هنا بقى هو هيقولك ايه يعني هنا الصورة دي بتاعت اللي هو الدورك فيلد مايكورسكوب تمام هو هية ايه انت وصفة هنا الان بتاوسف الشكل تمام ما فيش حاجة تانية طيب هنا برضو نفس الكلام suprem برضو نفرق ما بين الشيب والشوبينج ايه نفس الكلام برضو نفرق ما بين الشيب والشوينج ايه على أي على يلوش أو براونش يلو باكي جراوند خلاص ده الشوينج إيه طب الشيب لأ هي بتبقى عندي ثاني سبايرل وهم حاجة كانت سبايرل بننسى هايش طيب الوزر مان تست زي ما احنا تكلمنا عنه مهم جداً لابني جداً يقول لك الريزلت أو نتيجة إيه لازم نتكلم عندي عن الكنترولينج تيوب والتست تيوب خلاص الكنترولينج تيوب سواء كانت العيانة عندي دي بوزيتاب ولا نجدب هلقى إن هي عند الكنترولينج تيوب يبدأ يحصل عندي فيها همولوسوس تمام طيب التست تيوب لو هيا عني يناغتب احنا كل من بنقول عند إيه لايز Laz잖아요 خلاصrando llyxes Laz يعني إيه لايز Laz eingل أو بينك إيمولوسوس خلاصد يبتبع عندي إيه نو انفكشن خلاصد تذتناك التابع العيانة عندي إيه ناجتب طب اه لو هو في عندي إيه الآن تبقولى التابع العيان عند إيه شstoff تمام دي صورة بتاعتهم أهه طيب نفس الكلام برضو اللي احنا لسا علي هنا بيقولك اه ايه هو التست ده احنا قلناها اسمه اللي هو ده كان من الانواع باستخدامها ايه باستخدامها عشان لعمل عندي ملاكز جدا جدا ما ينفعش اقول تمام ده هيا اخر حاجة نوع التست طبعا ونوع الانتي بادي اللي هو او لبيديو في الانتي بادي هنا برضو نفس الكلام بس اسمه تست مختلف هنا اللي هو عندي تعبار عندي specific seriological test for stifilis لازم 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 اكتف seriological test for stifilis لازم تمام طيب بس اخدامها عندي ايه بس اخدامها عشان نعمل ديجنوز لستفيلس نوع التست عندي specific test نوع الانتي بادي الانتجين تربونيم الانتي بادي ونوع الانتي بادي تربونيم الانتي بادي ملأ جدي지가 الأجزامبل اللي هما لما نحفظهم كان لها تسكيمة بصراحة بس مش فكرة ايه اVery identify اددا جدي كارديني ضي ولأ고요. ولان خمسة مختلفة واجنتم تحميل الطريا دائما بأمام تحميل الطريا في الباجاني pointers عليها عشان اقدر عشان معندي ريحة الفاشي قدر اكتر فاتأكد ان هوا سببها عندي جوردينيلا باجينيالس واخر حاجة عندي هاي بيتش تمام كذلك الكانديدا بس بيقولك التست اللي بقدر فرق ما بينه ما بين الكانديدا البكان والنان باترجينك كانديدا اللي هو اسمه ايه جيرمي تيوب تست تمام نفس الكلام اللي احنا لسا يلينه برضو في الباقي تمام احنا الحمد لله كده خلصنا هذا كاترب بتوفيق يا رب وان شاء الله تبقوا فهمته من الشرح بتاع السكشن وتطلعوا وفاهمينه وحافظينه وقدروا يتفرجوا باذن الله وانعدي الانتحان بخير وربنا يجبر بخطرنا جميعا ما تنسوش من دعواتكم ما تنسوش اهل الفلسطين من دعائكم